رحب بحضراتكو بوجداد أرخام كبيرة قوي قالها رئيس الوزر زي ما حضراتكو شفتو عشانا كنت حريصا أنه نزعلكو الجزء ده يعني من أهم الأجزاء اللي تقلت قليني رحب بديوفي سيادة النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ وعايزة أقول لحضراتكو كنت أول مرة أعرف أنه الحوار الوطني في حاجة اسمها لجنة الاستثمار العام ولجنة الاستثمار الخاص أستاذ محمود سامي لجنة الاستثمار العام أهلا بحضرتك سيادة أهلا بك فن أهلا بك فن أهلا بك قليني رحب كمان بها دكتور سامي صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني أهلا بحضرتك أهلا بك دكتور سمعتوا الأرقام؟ سمعناها آه أنا بقى عايزة أسمعكو بعد الأرقام دي يعني حضرتك طبعا الحكومة يعني بتعمل مجودات طيبة كتيرة جدا وده يجب الاعتراف بي يعني بالرغم يعني اللي أنا بنتمل لحزبي يعني يوصنف اللي هو معارض للحكومة لكن أنا عارف أن النواية سليمة المجودات كبيرة التعديلات سريعة يعني فيه ردود أفعال بتحاول تتجاوز الأزمة الاقتصادية يعني اللي جزء أكيد بكتير أو كبير منها مستورد من الخارج النتائج هتكون على المستوى المأمول أو اللي هي تحقق يعني ما أشار اللي ما علي رئيس الوزراء يعني أنا أعتقد أن الاستثمار في الفترة الجاية هيحتاج التركيز على التفاصيل أكتر من الصورة الكبيرة العامة فيه تفاصيل كثيرة مهمة جدا هي اللي بتعوق الاسمار الخاص غير التشريعات أو المستهدفات يعني ممكن هتكلم عليها بالتفاصيل لكن زي ما بقول الشيطان دائما في التفاصيل طبعا الرئيس الوزراء بيوضع القرارات واللواية التفسية حتى على مستوى الموظفين يعني في المستويات الدنيا في نصف أي حاجة ممكن أتنسف كل المستهدفات بلده لما يجب الإشارة ليه أن بلده يعني احنا طبعا دائما بنسمع الإيجابية يعني عايزين نكون إيجابيين ودائما نعطي أمل وده دور السياسيين والاقتصاديين لكن طبعا الأزمة وصير المالية النهاردة أتكلم عن عجز قوي الفترة الجاية قام ولكن ما حدش قال أعتقد يعني لحد متابعيتي فكرة إحنا الفجوة الدولارية عندنا قد إيه بأرقام محددة وحنعمل إيه إيه هي طبعا أنا ربطت التلات سنين المستهدف في التلات سنين بمسألة الديون يعني أنا في أمداتك إيه بص حضرتك إحنا دايما بنقول إيه الفيل اللي في الغرفة يعني الألف انطلحنا بنحاول نطلعه أو نزنقه هي الفجوة الدولارية هي مشكلتنا القصوى تمام حاليا اللي عليها تركيز شديد جدا من الحكومة برئاسة معالي الرئيس الوزراء وبالتالي كل اللي إحنا بنحاول نعمله ده عشان نوفر أو نضيق الفجوة الدولارية عشان نقدر نسدد الديون في الموعيد ولا نتعصر مبدأيا حسيت إيه من كلام رئيس الوزراء أنا حسيت يعني طبعا فيها كم كبير من التفاقل وده اللي رجعا لنا كنت عايز أقوله إن إحنا مهملين إن فيه أزمة عالمية يعني آه جايز نكون بنسعب بقوة وباكتهاد شديد وبتشرعات وبتفاصيل لكن علينا اللي إحنا لا نهمل إن يعني حتى لو يعني خلينا البيئة جاهزة هل لساس ماري لجناب المباشر هيجي هيجي لأ إحنا لازم نقول بابدل للناس وعشان يجي يجي إزاي بالزبط وإحنا عايزينه يجي بالزبط لا والتفاصيل زي ما بقول اللي إحنا موكسا نشرحها لحقا دكتور سامي نعم تعقيب حضرتك على